بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي الكلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من استفاه فزاهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاض والدكار وبفقهم للدأب في طاعته والتأهب لذار القرار والحذر مما يسخته ويوجب ذار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله أنما وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستكيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين ثم أما بعد حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع رياض الصالحين ومع الباب رقم مائتين وعشرة باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تبارك وتعالى بعد الجمعة بدأ الإمام النووي رحمه الله الباب بقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعن لكم تفلحون الآية العاشرة من سورة الجمعة في الحديث عن قتادة في هذه الآية يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال فاسعيوا أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليها وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ فامضوا إلى ذكر الله قوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وبتغوا من فضل الله يعني الرزق وهو أمر إباح قال ابن عباس رضي الله عنهما إن شئت فاخرج وإن شئت فقعد وإن شئت فصل إلى العصر وكان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمعة إن صرفا فوقفا على باب المسجد فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازكين نحفظ الدعاء الجميل دهوت كان سيدنا عراك بن مالك رضي الله عنه إذا انصرفا أو خرجا من المسجد وقفا على باب المسجد فدعا فقال اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازكين قوله تبارك وتعالى واذكروا الله كثيرا أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وإعطائكم ولا تشغلكم الدنيا عما ينفعكم في الأخرة الدنيا ما تشغلكش عن أن نفع لك في الأخرة لعلكم تفلحون أي تفوزون فالفلاح والفوز نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وأياكم من المفلحين اللهم أمين يا رب العالمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم ده أفضل يوم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم في الحديث فضل يوم الجمعة على بقية الأسبوع وفيه بيان ما وقع فيه وما سيقع من الأمور العظام وفي رواية وفيه قبض وفيه تقوم الساعة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى حديث رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم وزيادة ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثاله قوله صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى أي ومن لغى فلا جمعة له وفي الحديث النهي عن العبث في حال الخطبة وفي إشارة إلى الحض إلى إقبال القلب والجوارح على سماع الخطيب وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا جتنبت الكبائر رواه مسلم ويشهد لهذا الحديث قوله تبارك وتعالى في سورة النساء في الآل واحدة والثلاثين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وعنه رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما سمعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا على أعواد من بري لينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم في هذا الحديث في وعيد شديد لمن ترك الجمعة لغير عذر شرعي يعني هو تأخر وما رحش يصل للجمعة وما عندوش عذر شرعي ما فيش مرض ما فيش مثلا برض شديد أو مرض أو خوف أو غيره العذار المعروف وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل متفقون عليه في الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لمن أتى إليها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلب محاديث المتفقون عليه المرد بالمحتلم يعني البالغ لو وصل سن البلوغ المرد بالوجوب وجوب اختيار قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي والله أعلم في هذا الحديث مشروعية الاغتسال يوم الجمعة ويتأكد على من له عرق أو ريح يتأذى به الناس واحد يعرأ كتير واحد يعني له في رائح في جسده يتأذى الناس بهوى الملائكة فهذا يكون أوجب عليه أن يغتسل لغسل الجمعة وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل من تاني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل روه أبو ذوود والترمذي وقال حديث حسن قوله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت يعني أي فب الرخصة أخذ ونعمت الرخصة وفي دليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض هو قول الجمهور وعن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصل ما كتب له ثم ينصط إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري الحديث ده جميل أو من تاني لا يغتسل رجل يوم الجمعة يعني اغتسل قبل ما يخرج لصلاة الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه يعني يضع الطيب يعني بعد أن يغتسل ويلبس يعني يلبس ثيابه أو يمس من طيب بيتي ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصل ما كتب له وهذا أيها الأحبة من السنن المهجورة إنك أنت تتنفل قبل صلاة الجمعة لو أنت رحت المسجد أبلها بساعة أو اثنين أو أقل أو يزيد يعني يجوز أنك أنت تتنفل ركعتين في ركعتين إلى أن يصعد الإمام على المنبر هذا من السنن المهجورة وكان هذا هو حال الصحابة رضي الله عنه مؤرده ثم يصل ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري في هذا الحديث في استحباب الغسل والتنظيف والتطيب يوم الجمعة واستحباب التبكير لألا يتخطى رقاب الناس ولا يفرق بينهم واستحباب الصلاة قبل الجمعة ومشروعية الإنصات إذا خطب الإمام وفي كذلك الوعد بالمغفرة لمن فعل ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجناب ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب ضيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر انظروا أيها الأحباب وتدبروا في كلمات هذا الحديث أين نحن من هذا الحديث نعمل أن إسكاط على أنفسنا إحنا حلنا إيه دلوقتي مع صلاة الجمعة يا ترى أنت من أهل البدنة ممن قرب بدنة ولا أنت ممن قرب بقرة أو كبشا أقرا أو دجاجة أو بيضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربما أيها الأحبة هناك الكثير والكثير يعني من الناس ما لا يحصل حتى البيضة يعني البيضة حتى اللي هي أقل شيء فكأنما قرب بيضة اللي هو راح في الساعة الخامسة يعني كأنما قرب بيضة وكل ده يعني هذا يعني التكرم كله إيه النبي صلى الله عليه وسلم يأخبر أنه قبل صعود الإمام على المنطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها فكأنما قرب بيضة بعدها إيه فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر الملائكة خلاص بتطوى السحف بتاعتها وتدخل من على باب المسجد وتجلس تستمع الثكر تستمع الخطبة حديث المتفقون عليه قولو صلى الله عليه وسلم غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة في الصفة ومعنى راحة ذهبة وأول الساعات هو ارتفاع الشمس قولو صلى الله عليه وسلم فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة هذا لفظ مسلم فإذا جلس الإمام طووا الصحفاء وجاءوا يستمعون الذكر والابن خزيمة على كل باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول وفي الحلية إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكة بصحف من نور وأقلام من نور والابن خزيمة فيقول بعض الملائكة لبعض ما حبس فلانا فيقول اللهم إن كان ضالا فهده وإن كان فقيرا فأغنه وإن كان مريضا فعافه يعني الملائكة بتدعي للي بتأخر الملائكة عرف لأن هي بتكتب الأسماء على طول عرف اسمي واسمك واسمه فكل واحد بيدخل في البداية الملائكة بتكتب اسم اللي بتأخر الملائكة تدعو لهذا الذي تأخر وفي الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياها وأشار بيده يكللها صلى الله عليه وسلم متفق عليه في الحديث في الحث على الاجتهاد في الصلاة والدعاء يوم الجمعة طبعا ساعة الجمعة على الاختلاف بين العلماء هناك من يرجح أنها في وقت صعود الإمام على المنبر وهناك من يرجح أنها آخر ساعة بعد العصر ولعل القول الثاني هو الأرجح والله أعلم وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة بل أنت أسمعت النبي عصد السلام يعني أو أباك سيدنا عمر رضي الله بيحدث عن النبي عصد سلام في ساعة الجمعة أل حاجة فيها؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم قال المحب الطبري أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى وأشهر الأقوال قول عبد الله بن سلام أنها آخر ساعة بعد العصر قال الشالح ولا يشكل على كل من القولين قوله يصلي لأن المراد يعني إنه في انتظار الصلاة وفي حكم المصلي كما أجاب به ابن سلام ابن سلام رضي الله عنه وارضا وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي روه أبو داود بإسناد صحيح في الحديث في دليل على استحباب تكثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وإلى هذا الحد الكفاية ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأقنا عذاب النار وجزاكم له خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر